استقبل محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة رئيس مجلس الشيوخ الإيطالي وثمن المحافظة الدور الإيجابية الذي قامت به إيطاليا ودعم المجموعة الغربية للتصويت في الأمم المتحدة وقال رئيس مجلس الشيوخ الإيطالي إن سفينة الإيطالية في ميناء العريش البحري عبارة عن مستشفى عائم بطاقة 16 سريرا وثمانية أسر استقبال تضم غرفتي عمليات وأشعة مقطعية بطاقة 12 شريحة وأشعة عادية وأشعة صنار مضيفا أنه يوجد بالمستشفى 15 طبيبا إيطاليا